يبدو ان فيروس كورونا العنيد لا يتوانى عن تقديم مفاجآته غير السارة لسكان الارض هذه المفاجآت التي بدأت مع ظهوره نهاية العام 2019 مرورا بانتشاره السريع في ارجاء الكرة الارضية واتسببه بموت الملايين واصابة عشرات الملايين غيرهم خطورة الفيروس لم تتوقف عند سلالته الاولى فبدأ بالتحور لتظهر سلالات اخرى مثل البريطانية والجنوب افريقية وغيرها لكن التطور الاكثر خطورة تمثل بظهور السلالة الهندية هذه السلالة التي نشرت الرابة واخذت في طريقها الملايين من الوفيات والاصابات في بلد المنشاء التحذيرات العالمية من مخاطر هذه السلالة لم تتأخر مشيرة الى وصولها الى سبعة عشر بلدا لغاية الان والانباء تؤكد ان السلالة الهندية تعد الاشد فتكا من سابقاتها باربعين ضعفا الاوساط العراقية الشعبية والرسمية تسرب اليها الخوف المنطقي من وصول السلالة الجديدة الى البلاد وهنا تضاربت التصريحات بين مؤيد لاعادة العراقيين العالقين في الهند واخرى تطالب بالمزيد من الصرامة في اغلاق الحدود لضمان عدم دخول الفيروس الجديد الخوف من السلالة الهندية مبرر وله اسباب عدة فالوضو الصحي في البلاد لم يعد قادرا على تحمل المزيد والمؤسسات الصحية وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها العاملون فيها الا ان بنيتها التحتية ووسائل الامان فيها لا تسر عدوا ولا صديقا وما فاجعة مستشفى ابن الخطيب ببعيدة عن الاذهان المتخصصون يحذرون من ان التراخي في التدابير الوقائية واهمال المواطن لسلامته الشخصية والعامة وما تشهده البلاد من تجمعات بشرية تفرضها المناسبات الدينية والاجتماعية تتطلب جميعها حملة ونفيرا لمواجهة اي تطورات لا تحمد عقبها وهي مسؤولية مشتركة يتحملها المواطن والدولة على حد سواء وعلى كل منهما الايفاء بها حفاظا على الوطن من الخطر الداهم الذي يهدد سلامة ابنائه